ليس غريباً أن يهتف هؤلاء الشبان هي فتح المكشوف لدى دخول نائب رئيس حركة الفتح محمود العلول إلى لجنة الانتخابات لتسجيل القائمة الرسمية للحركة لخوض الانتخابات المقبلة فهناك أكثر من فتح واحدة وجود العلول في مبنى الانتخابات تزامن مع قياديين آخرين من حركة فتح جاءوا لتسجيل قائمة أخرى منفصلة عن القائمة الرسمية منهم زوجة الأسير مروان البرغوثي عضو مركزية فتح التي جاءت حاملة رسالة من زوجها هو يحيي شعبنا الفلسطيني ويؤكد له على ضرورة استكمال العملية الديمقراطية لشعبنا الفلسطيني حزينين لأن هناك إخوة وأخوات خرجوا خارج هذا الصف الفلسطيني الفتحاوي من اعتبارات عليهم أن يفسروها لأبناء شعبنا ستة وثلاثون قائمة انتخابية سجلت رسميا لخوض الانتخابات منها قائمة لحركة حماس وبضع قوائم لليصار الفلسطيني الذي فشل في الاتحاد ثلاث قوائم رئيسية لفتح وعدد كبير من قوائم المستقلين التي تضم أيضا أنصارا لحركة فتح وهذا يعني أن فتح تدخل الانتخابات ضعيفة مشتتة بتيارات داخلية متنازعة ضعف فتح لا سمح الله واكتتالها الداخل وخروج المسلحين إلى الشوارع سينعكس على الكل الفلسطيني لأن نحن نتحدث عن حالة متشابكة عشائرية عائلية وبالتالي هذا الموضوع سينعكس سلبا على الكل الفلسطيني وسيكون له ارتدادات كذلك على القضية الفلسطينية حماس الرابح الأكبر في حالة فتح المنقسمة واليسار المشتت اختارت مرشحيها بصمت وقدمت قائمتها بثقة لكنها ستكون عجزة عن قيادة الدفة الفلسطينية بدون فتح وفي ظل رفض إسرائيلي ودولي للتعامل معها رسميا حتى حماس تكر أن تداعيات خلافات فتح الداخلية أصعب من الخلافات بين فتح وحمس ويظل تأجيل الانتخابات أمرا واردا في ظل عدم إعطاء إسرائيل موافقة رسمية على إجرائها في القدس وظروف وباء كورونا الخارج عن السيطرة عبد الحفيظ جعوان العربية الأراضي الفلسطينية